توتا توتا علاء الدين هيقول حدوتا حدوت النهاردة كتبهنا الأستاذ أحمد زحام حدوتا في أين؟ الحدوتا في مكان جميل جدا الحدوتا في بيت وساكن في البيت بنت زي الأمر اسمها سوسن سوسن كانت بتحب العصافير وكانت دايما تقول يا سلام أنا عندي أفص جميل لو يسكنوا عصفور جميل سوسن والعصفور سوسن والأفص الأفص جوها مرجيحة دخل مرة عصفور الأفص وقال يا سلام إيه الأفص الحلو ده وكمان في مرجيحة وقعد يتمرجح ويتمرجح وبعدين فرحت سوسن إن الأفص دخلوا العصفور وراحت قالت لأخوها نصر خلاص العصفور دخل الأفص قال لها طيب تعالي ما نحط طرق الأكل والمية جات سوسن ومعاها الأكل وقامت فتح طبق الأكل وحطت فيه أكل العصفور وجنبيه كمان مية العصفور هم 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 لأ الأكل جميل جميل قال يا سلام على طعامته وخلص أكله وتلعل على المرجيحة وبقى مبسوط وسعيد قفص جميل مرجيحة حلوة أكل لذيذ يوم والتاني سوسن ونصر يبص للعصفور ليه يا عصفور مش بتغني؟ العصفور قال لهم طيب هحاول أغني جاي يغني لقى صوته مش راضي يطلع أنا عايز مكان واسع علشان أعرف أغني فيه سوسن دخلت الأفص في قدتها وفتحت له باب الأفص غني بقى يا عصفور الأفص بعد ما الباب تفتح طار منه لعصفور وقعد يطير في القوضة بس احتنها كلها مقفولة بيبانوا شبابيك مقفولة جاي يغني لعصفور معرفش صوته تحبس قال قدت سوسن زي الأفص بس واسع شوية أنا عايز أغني في مكان واسع واسع قامت سوسن فتح الشباك وطار العصفور طار في السماء الوسع وقعد يسوس ويسوس ويزأزق ويزأزق ومال الدنيا غنى وجمال وروعة العصفير بتطير والصوت ما بيتحبس أبدا دي كانت حدوت النهاردة حكيتها لكم ماما حنان وبكرة علاء الدين راجع بحدوتا وتوتاتوتا علاء الدين مجلة أطفال مصر وأطفال العرب رئيس مجلس الإدارة عبد المحسن سلامة رئيس التحرير حسين الزنهتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر